لوطنهم وبلدهم وأرضهم وشعبهم إذن بهذه الأغنية الوطنية رح نستذكر اليوم ونحتفل اليوم بمرور السنة على إعلان رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تحرير الموصل طبعاً تاريخ هو يوم 9-7 اللي هو اليوم نفس هذا اليوم كان العام هو إعلان تحرير الموصل طبعاً رح نشوي نصلت الضوء حول هذا الموضوع رح نرحب بضيفنا اليوم وطبعاً هو ابن أسرة قناة الرشيد الفضائية تحياتنا لك وصبحك الله بالخير مرسلنا الحربي أرشد نورتنا اليوم صباح الخير شكراً جزيلاً لكم وشكراً على هذه الصفافة الحلوة شكراً جزيلاً ثانياً طبعاً ريدنا نتحدث عن موضوع أو مهنة المرسل الحربي هذه المهنة الصعبة وبنفس الوقت أقدر أقول عليها المعقدة كل شوى الخطرة والمخيفة أيضاً طيب شنو الدافع اللي خلاك تتحق ببجال الإعلام الحربي رغم خطورة هذا المكان وصعبته يعني بدأ من بدأة العمليات العسكرية ومن سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة بي العراق كنا في هذا الوقت نشتغل تقارير العادية الميدانية الأخبارية وما إلى ذلك معاناة الناس لكن كل باننا كان هناك بهذا الوقت تنظيم داعش استغل عدم وجود إعلام عراقي في تلك الفترة دخل بالحرب الإعلامية كان يصور بعض العمليات العسكرية كان يوزع سيديات على الناس كان يستهوي الشباب أنه نحن نحارب أمريكا أنه هذا عمليات عسكرية بالضبط وإعلامهم واستغل التقنية إعلامهم كان كل شيء قوي في هذه الفترة فبالمقابل كان عندنا إعلام ضعيف في إعلامين حربيين شفنا أنه الساحة تخلو من وجود كاميرا في تلك المناطق كانت القوات الأمنية تتقدم وتنتصر وترفع العالم العراقي وتقتل عدد من عناصر داعش وتحرر مدنيين هذا كله مجرد خضر مرور الكرام هذا اللي دفعنا أكثر قلنا ليش ما نروح نصور هذا الموضوع فهذا الدافع الأكبر لخلاننا ندخل المجال الحربي نوثق البطولات التي صارت التضحيات التي صارت رغم وجود بطولات وانتصارات مقابلها يوجد دماء لعراقيين وأبطال عراقيين وقوات أمنية خلال هذه الفترة كلها سقطت على الأرض بسبيل تحرير موصل هذا كان هدفنا وهذا كان دافعنا ننقل تلك البطولات ونوثق ما تقوم بالعمليات العسكرية والقوات الأمنية العراقية الخاصة بكل صنوفها اللي شاركت هذا هو الدافع الشبير اللي دفعنا خلاننا نشارك في هذه العمليات رغم ما ذكرت خطوراتها يا أرشد شلون كنت تنقل هذه الأفلام بوقت المعارك بضل المعارك الدامية شلون كنت تسيطر على هذا الموضوع وهذا أصعب موضوع كان موضوع نقل المواد اللي نصورها يعني تعرفون موضوع دخول السيارة الاس ان جي والبث المباشر من المستحيل من الصعوبات أي سيارة مدنية بالفعل أي سيارة مدنية ما تكتر تدخل إلا سيارة عسكرية ومو أي عسكرية إلا مدرعة كانت بإمكانها تدخل فموضوع نقل الأفلام والتصوير يعني مرات يوم يوم يومنا في التصوير الصعوبة أنه أنا أفكر ده أصور بس الشور رح أوصله أرجع من المكان اللي يعني النقطة اللي يمتقدم أرجع للخلف تقريبا يعني مسافة أربع إلى خمس ساعات حتى يا أما ألقي انترنت أو ما ألقي إذا ما ألقي انترنت أبطر أجر سيارة تاكسي أرسلها من الموصل إلى بغداد على مدرس يوصل المادة على مدرس ثاني يوم تطلع أنه إحنا حررنا مثلا حي الفلاح أوكي وين الصورة لتحرير حي الفلاح هذا الصورة لتحرير حي الفلاح حتى تكتبنا الخبر متكامل شو صورة أو صوت صوت وصورة راح يكون عجلة مصداقية أكثر حتى المصداقية إنه الناس يصدق بالعمل اللي دانقومه هذه كانت كلش مهمة صعبة عملية نقل المواد أنترنت ماكو اتصالات ماكو سيارة ماكو حاولنا مرة مرتين يعني بضغط على إدارة القناة إنه أخذ سيارة الاس ان جي اتعرضت لأكثر من عملية استهداف بالساحل الأيمن الموصل للساحل العيسر مرة من المرات ضربوا سيارة الاس ان جي أربع تيارات قاعدت بالقاع والقناص يعني ظلوا يورب على سيارة الاس ان جي يعني مقارك دامية كانت بالأحرى بالضبط أنه كان استهداف قوي كلش للإعلام يعني إذا نمشي فد عشرين لا خمسة عشرين بين مقاتلين يعوف العسكر يضرب الإعلام ويستهدف هذه الكاميرا بالتحديد معروف أنه الإعلام هو أعتقد تسعة وتسعين من نسبة الانتصاري حقا عن طريق الإعلام والتوجه الإعلامي بما يخص نقل الصورة الحقيقية للمشاهد لذلك أريد أسألك بما أنهنا نتحدث عن الحرب وعن الإعلام الحربي وانتخذت هذا في هذا الموضوع وفي صلب هذا الموضوع أريد أسألك عن أصعب معركة دخلت بها بما يخص المعرك والإعلام اللي غطيتها بما يخص هذه المعرك اللي حتت بالموصل تحديدا يمكن يحتاج يومين حتى نحتي على المعارك لا موضوع معركة أريد أخطر معركة بالضبط أكو بالبال باقياتكم معركة أذكر من عندها معركة الموصل القديمة كانت معركة كلش صعبة وكلش خطرة وصلنا خاطرنا بحياتنا في أغلب الأحيان معارك الفلوجة كانت كلش خطرة هذه المنطقتين الفلوجة والمدينة القديمة كانت معارك بها كلش خطرة يعني أحدث عن الموضوع الخطر اللي مريت بي أنت أو الخطورة اللي كانت عليك على المستوى الشخصي لكن قبلها خلنا شوف هاي المادة وبعدها ألعين كمل بهاك يعني عناصر خطرة الياعش والحرورة أخرى تفضل القطاعات تفضل القطاعات وهو المستمرة سقوط الهوانات حد لعن في المكان الذي ينتواب فيه مجانب من نزوح المدنيين لو زمينا حيدر يحون نزوح المدنيين من الموصل تفضل القطاعات تبقى قبلها تبقى قبلها تابقى هجل والعلم العراق الآن يرسل هناك سنوحك تبقى خوف يعني خوف داخل هذا منزل ترجمة نانسي قنقر 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 وهو الملف المصطودين هذا الملف الشائك الذي لحد الآن يعانون أغلب أهالي المدينة وخصوصاً قديمة منها من هذا الملف ملف المصطودين واستحصالهم على شهادات الوفاة واستكمال معاملاتهم في التعوير أو غيرها يناقون صعبة في استحصال الموافقات الأمنية من الأمن الوطني ومن الاتخبارات للكم منها الوشكة دي نتمنى أنه يكون تنصير هذا الأمر في كبير أن يستحصلون على هذه الأشياءات ليستحصلون على تعويضهم نعم صوتهم وصل من خلالك ومن خلال قناة رشيد الخضايا شكراً إليك يا أحمد يوم جديد مرة ثانية شكراً إليك أحمد حديد من الموصل نرجع وياك طيب هناك الكثير من الحوادث اللي حصلت في ساحات القتال طيب أريد أسألك تحديداً عن جسر قوقجلي ممكن تذكر لي هاي الحادثة اللي صارت في هذا الجزر هذه منطقة قوقجلي هذه صيرة أحد المداخل لمدينة الموصل قوقجلي قوقجلي بقى قوقجلي هذه أحد المداخل لمدينة الموصل بالتحديد الجانب الأيسر من مدينة الموصل تعرف بكل منطقة بداية المنطقة يكون هناك صد دفاع كلش قوي لعناصر تنظيم داعش يحاولون إحاقة تقدم القطعات من خلال العجلات المفخخة والعبوات والانتحاريين فهذه المنطقة كانت محصنة لدرجة كبيرة وكان يعولون عليها وبها عدد من الانتحاريين الأجاني مثل ما نسمع نداءاتهم فإثناء ما تقدمت القطعات بهذه اللحظة كنت أخذها سيارة البث المباشر للأس أم جي فكان أكون منع القطعات الأمنية قالوا أحدكم إلى هنا بعد مدينة دخلون لأن الوضع خطر أما تصعدوني إيانا أو تبقون هيتي يعني إذا درست الموضوع قد تخلي أنا طالع مباشر خلي لا أضحي بهذه اللحظة دخلت القطعات فكان يعني مصور تحياتي إلى مصور بطل حيدر عماد مقابل المنطقة كان أكو جسر مشات فقلت له حيدر خلينا نستغل الصورة ونصعدك فوق الجسر ونأخذ دخول القطعات لقطة كل شي جميلة لهم أرادتهم ودباغات وهذه فقال ما كو صوت قناص معرف شنو قلت له اللي كاتب على الله يصدير ما لك علاقة بس أصعد وان وياك ظهرك قال انت جوة واني فوق شوان الظهري ما لك قلت له بس أصعد وانك علاقة فوالله صعد حيدر السيارة البث المباشر حتى في اللحظة أذكر عدد من قنوات الفضائية بما فيها العربية أخذت صورة من قناة رشيد بوكيتهج فقط الحصري لمنطقة قوكجيلي هذا التصوير ثم صعد حيدر استلم القناص على دولتهم أكسو مربع بس نسمع صوت ضرب مال القناص يغرب بالحديد مال الجسر قدر المكان يريد بسي له حيدر يسوبون يريد فأنا قدر المكان ده أقول لحيدر نام بلقى عوف الكاميرا ما لك علاقة هو لازم الكاميرا وحاضن يقول كاميرا شوان طالعي مباشر قلت لعوف الكاميرا عوف كل شيء استاهم شيء سلامتك نام حيدر نام تجوى جسر وانا مجوى أصيح علي قلت لبس خلي عوفك القناص بين من خاضر شوف النوبر تورطت عاني اللي صعدت لنبلا صير بوجهي فظل القناص تقريبا ربع ساعة وبس حيدر ارفع راسي وضربه بالحديد ارفع راسي وضربه بالحديد اخر شيء قلت لها حيدر حاول تركض وتوخل لنحيلوحك هذا أثناء حيدر يعني مشاهد الرجول قلت لشاهد وهذه آخر أيامك يعني نزل الوائي يعني نزل الولد وجهه من قول أصفر نقول وجهه أزرق يعني وحقه حقه حقه يعني لما تجي تسترجع هذه اللحظات شقد ما هي مؤلمة وتحزن وتنقر وشقد ما أنك تفرح أنه الحمد لله وصلت لهذه المرحلة وبيّنك ورطي يعني ورطي والله حيدر مو بس هذه واحدة من علينا تذكر هم بالمعارك هم بالصحراك فقال أستراح لي مدة ساعة ساعتين بينما أرزاق ومعرف ماذا هي شيء فأنا مدد هي شيء ونايم بالقاع هيش أباوع شفت بلسمة هيش شيء بياضة قلت لأ هذا هيش موكو شيء بعدين باوعت ركزت قلت هذه جوز عكسة أو شمس أو ما لذلك في هذه الأثناء كان أشوف طيارة مسيارة كانت تهد القنبلة علينا نحنا قاعدين أربعة بالضبط إحنا وجماعة مهم إعلاميين والقادة على قرب من عندنا كانوا قاعدين في هذه الأثناء ما لك نفسي بصيح قمبلة قمبلة هم يبعون منا ومنا ما أحد يباوع فوق فالأثناء كان يشمر هذا المصنع الحمد لله كانت أكو إصابات فس خفيفة الحمد لله لا أقصد حتى سجاء لا أكوش لذلك دعونا نكون بعيدا عن الموضوع حمد لله الحروبات إن شاء الله ولت دون رجعة الحمد لله شكرا طيب جريدك على الساحة الإعلامية والله بعد انتهاء المعارك مثل ما ذكرت بداية كلامي نحن وثقنا وصورنا ساعات وأشرطة لحد الآن عندي عندي إن شاء الله أفلام وثائقية إن شاء الله نبدأ نشتغل بها قلت لك أثناء المعركة أكو استشهاد أكو الجروح أكو ربما بعض القادة ربما بعض الزملاء الإعلاميين هذه أثناء المعركة لا تقدر تطلعها هذه تكسر نفسية الجنود وتكسر نفسية العوائل لكن بعد ما انتهت ربما ترجح تستذكرها أكو بعض المقاطع الأمنية التي كانت بها ربما معلومات أمنية لا تقدر تطلع حسنا انتفت الحاجة لهذه المعلومات بعد هذا الموضوع وبعد ما انتفت الحاجة إلها حسنا بالإمكان إنه تنعرف كلها والجماء اللي يصطتك والكضحيات كلها لازم الناس تعرف هذا الموضوع يا أرشد من اللي كان مساندك ودعمك من الجهات بعملك؟ والله على مستوى يعني هي تلف جهات كانت ساندة إنه المستوى الأول هي خلنبدي من البيت من العائلة يعني تحياتي الأم لارين الغالية الزوجتي والتوشي لارين يعني كانت تحياتنا كانت بعد نستوني من الزوج الجديد وكانت عايتهم طيل هذه الفترة كانوا على تواصل لكن كانوا متحملين هذا الموضوع مرة من المرات ثانية معركة كلش بالموصل أذكر خابروني قالوا لي بيتك متخربطة بالمستشفى يعني ماكو أحد ماكو بليت حتى ليشغلوني بس الأقارب خابروني قالوا يعني ش أقدر أسوياني بهاللحظة فالحمدلله عبدالله والدعم الثاني الجهة الثانية اللي كانت هي إدارة القناة يعني خليني بالتحديد أذكر يعني جهود ودعم أستاذ سعد عاصم الجنابي يعني كان حتى في أيام شغالة وسفرة وخارج العراق ودخل العراق منقطع الاتصال عنا مباشرة لا علي ولا على القادة اللي موجودين مباشرة يطمعين شنو اللي صار أوضاعكم أهم شي سلامتكم لا تروحون زايد لا تندفعون زايد كان دعم كلش كبير من عنده إضافة لي السيد مدير طعام قناة الرشيد كان على التواصل مهم سهل علي بابان كان دائما يتصل بنا الخط الثالث هو المصورين اللي كان يطلعون إياه يعني هو كان يطلعون مرات يشوفوني أروح زايد يعني خلي أذكر بالاسم المصور صلاح عبدالكريم مصور علي فاض النادين المصور حيدر عماد كل بقية زملاء اللي مصورين كل تحياتنا لهم أكي رائعا وين يعني؟ تقيت الخط الثالث ثالث أشكرهم كذا أنا خلفهم كلهم خلفهم كلهم؟ أنا خلفهم هم كان أنا أطلع صاحب الشاشة والناس يشوف لكن المصورين رغم الخطورة اللي موجودة ورغم كذا كان نحل يعرفهم لكن كان لهم دور كبير جدا في نقل توثيق هذه المعارجة ما بقى أن شي لازم ننتقل إلى عباس لكن تذكرت قبل قليل أنه موضوع الأفلام والأفلام الوثائكية التي راح تلعرف حتى ممكن أنه نوه عنا من خلال برنامج يوم جديد يعني خاليا أنه وضعنا السكرت كامل ووضعت منين أبدئ منين أنتهي لحدنا أن تطور ربما المواد موجودة الحمد لله موجودة لكن في طور ترتيبها حتى نبدأ مباشرة بها من معارك الرمادي ثم صلاح الدين ثم الموصر ربما يعني ما نقدر انطي وقت محدد لكن فترة قليلة راح يكون هناك أفلام راح ننوح عليها بجوز بيها بعض المشاهد المحزنين بجوز بيها بعض المشاهد اللي ربما شهداء وكذا لكن أيضا بيها بطولات الكل راح يفتخر بيها إن شاء الله شكرا موصول إليك وشكرا لكل من دعمك وشكرا لكل دعمي بجوز بيها البهور بأجمل صورة للمشاهد الكريم ابتداء مؤسس القناة في هذا اليوم الأستاذ سعد عاصم الجنابي وائلة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي عاصم الجنابي وائلة مدير عام القناة الرشيد ولكل الكادر ولكل العاملين في هذه القناة أقدر أكثر شيء أخير حتى لا ننسى دور القادة الأمنيين نذكر بالتحديد الفريق أول ركن طالب رئيس جهاز مكافحة درهاب الفريق الركن عبدالغني الأسدي أيضا الفريق شاكر جلد قادة الشرطة الاتحادية كل قطاعات الجيش لكن بالتحديد فريق عبدالغني الأسدي كان لهم دور خاص ودور كبير في دعمنا واقفروا أن كل الإمكانيات اللي بإمكانها أن ننقل الصورة تحية لهم وأيضا نبار كلهم مبارك لهم في الموصل هذا الانتصار إن شاء الله ما نسينا أحدك تحياتنا إن شاء الله ما نسينا أحد واللي نسينا لا يزعل علينا وصلت الصورة الحقيقية لقدرت توصل لقناة الرشيد الفضائية وإلى كل مشاهدية وإلى كل يوم غداك موجود ويانا يعني بما أنه موجود تشوف صوت الطاوة عباس داي يبلش بك من دوقتنا الريحة والمسيس وعباس دين شوف أين وصل عباس حشينا أين وصلت شكرا أستاذ حشينا أين وصلت يا عباس وصلنا أسا نقطع الصلطة وصلنا بشكل قطع وصلنا بشكل قطع